ولأننا كده بجد بنفكر أن احنا يكون عندنا ستوديو تحليلي بجد فنتكلم ونحلل انتوا بتحللوا على السوشال ميديا وبتشتركوا معانا في الاستفتاء وإحنا كمان بيبقى معانا الفنانين وصناع الدراما وصناع الأعمال الرمضانية فإذا المسألة مكتملة كمان حيبقى معانا دايما نقض نعرف كلمة النقد فكل شيء حيبقى مكتمل تعالوا كده نشوف رسم بياني ونشوف من خلاله أعمال الدراما والتقييم بتاعها كان عامل ازاي أولا لأنه الدراما مختلفة ومتنوعة جدا فعندنا مثلا دراما يعني لو انت مثلا بتفرج عايز تشوف دراما وطنية دراما سياسية فانت عندك زي ما انتم شايفين كده الاختيارات كلها دراما سياسية 20% مثلا حتتفرج على الاختيار هجمة مرتدة القاهرة كابل وده باختياركم يعني انت زي ما تميل نفسك بقى تروح للخيال العلمي وتروح كده وتتفرج على حاجات مختلفة هتروح لمسلسل مثلا كوفيد 25% دراما مثلا السعادية والدراما السعادية كمان محبوبة زي ما انتم شايفين ده الاستفتة ده الاستفتة نتيجة الاستفتة بتاعنا فخليني بسرعة أقوله يعني احنا عندنا زي ما قلت لكم الدراما السعادية قبل ما نشروه عايزة أقوله لكم بسرعة زي ما انتم شايفين الاختيار اتنين طالع في الاستفتة 40% وبعدين يلي نسل الأغراب دراما السعادية يلي اللي مالوش كبير اللي عايز يشوف أكشن يلي لعبة نيوتن من المستلسلات الاجتماعية الحلوة جدا برضو واللي ليها تأثير ومونة زكي وعودتها عاملة شغلة حلوة قوي ومعاها كمان طبعا الرائع الرائع يا حيال فخراني نجيب زاهي زركش وبعدين النمر مش معنا كده انه النسب دي ثابتة طبعا البقين معانا جدا كلهم في الاستفتاء ولكن دي النسب الأكبر اللي طلعت والاستفتاء شغال معاكم لآخر الحلقة يعني تقدروا تدخلوا على صفحيتنا على الفيسبوك وتقولوا بتتفرجوا على ايه كل ما هتقولوا بتتفرجوا على ايه كل النسب دي هتزيد وممكن نرجع بعد كده نقولها بس ده تبقى لاختياراتكم فخليني أقول كده ان الناس الى حد ما بتتفرج اجتماعي اكشن سعيدي وطني وسياسي وده شيء طبيعي يعني اذا الناس لها امزجة مختلفة وبتحب تتفرج زي ما هي عايزة بشكل مختلف في رمضان ده كمان احنا سعداء كده بزهور اولا بصوا النسبة هي كمان خليني أقول 20% دراما وطنية زي ما انتوا شايفين الشكل وده باللون 5% خيال علمي 10% دراما سعدية 50% الدراما الاجتماعية دايما يعني فيها نسبة اكبر نسبة تحب تروح للدراما الاجتماعية اللي هي باللون الازرق وبعدين باللون الاحمر الاكشن والحركة ممكن يزيد على فكرة يعني ده النسب الاولية و10% للمسلسلات الكوميدية والله احنا محتاجين النسبة تزيد بس يعني يعزين نضحك اكتر بس انا هقولكوا ليه ليه النسبة الكبيرة رايحة للدراما الوطنية والسياسية اللي هي باللون الازرق رايحة لانه الناس احنا عايشين الاحداث هي الاحداث خلصت احنا عايشين عايشين الارهاب وعايشين اللي بيحصل وعايشين مع بلدنا انا عايز اقولكم ان احنا كمان بنحس ان احنا يعني عندنا قيادة بتشرك شعبها فانت طول الوقت اذا كانت القيادة السياسية يعني مؤتمرات أو أي منتديات أو أي قرارات بيتم إشراك الشعب فيها فإذا الشعب دايما موجود فبالتالي الشعب بيرجع يتفرج على الدراما الوطنية والأكشن وبيتفرج وهو سعيد ليه؟ لأنه شارك في الأحداث يعني لو رحنا مثلا للاختيار اتنين ولما هتتعرض مثلا لفض ربعة والحاجات دي كلنا شاركنا مين فينا يعني نسي ملحقش ينسى كلنا فكرين كويس قوي لو أنت مثلا رحت شفت الأحداث مثلا هجمة مرتدة ملف المخابرات العامة ملف مهم جدا وإحنا الحقيقة الشعب المصري بيميل للحاجات الوطنية فكرين من أيام رقفة الهجان من ملف المخابرات بتعود تاني النجاح لملف المخابرات العامة وبنتفرج على حاجة إحنا عايشينها من سنوات مش بعيدة والقاهرة كابل نفس الشيء بنشوف الأربعة اللي بيتربوا مع بعض كل واحد بيروح فين وبنشوف إزاي ده بيأثر كمان عليهم وإزاي دول بتدخل في نفس الشيء فبيفضل أنت دايما عندك الحس السياسي والوطني موجود أصلا في الشارع المصري فعلشان كده الاختيارات بتروح بشكل ده مش شكل سابت ممكن جدا بكرة بعد ونص رمضان يتغير وإحنا مكملين معاكم في الستوديو التحليلي ترجمة نانسي قنقر